زمان ما كانش فيه تلاجات كان فيه طرق لحفظ الطعام منها التمليح الفسيخ كيف رصدت المعابد أو الجداريات أو البرديات وجوده في عيد شاملسي هو طبعا عندنا مناظر عادي جدا للأسماك زي السمك البوري اللي هو منه الفسيخ وزي السمك البولتي موجودة في مناظر عديدة جدا وفي طريق التمليح زي ما حدك تفضلت هي كانت من إحدى الطرق نشير جدا للحفاظ على هذا النوع من الأسماك بحيث أنه يفضل لفترة زمنية طويلة وعثرنا على بعض هذه الأسر يعني الأسماك نفسها مملحة فده في حد ذاته رمزيته وارتباطه بالإله أزريس وفكرة البعثة أيضا والخلق وعودة الحياة وعادت الحياة مرة أخرى للرب أزريس بعد أن قامت الرب أزيس ببعثه مرة أخرى وأن جابت منه الطفل حورس اللي هو أصبح الملك الحي على عرش مصر وتحول أزريس في هذه الحالة إلى الملك متوفى وسيد العالم الآخر فكلها رمزيات مرتبطة بالخلق والديانة وفكرة الملكية في مصر القديمة فالسمك المملح ده كان يعني مهم جدا جدا وزي ما حكيت فضلت أيضا أن الطريقة دي هي بتساعد على حفظ هذا النوع من الأسماك الفترة الزمنية طويلة واستخدامها في هذا الحدث اللي عادة كان بيتكرر كل عام وكان فيه احتفاء بالطبيعة والزراعة ونبص إن لايه هذا الأمر وصل إلى الغرب وإلى الشار الأدنى القديم قبل الغرب من مصر القديمة يعني فكرة حضرتك الاحتفاء بالطبيعة ونبص مثلا عندك حاجة شهيرة جدا في الولايات المتحدة الأمريكية اسمها عيد الشكر أو thank is giving ده بيحصل في الويك اند الأسبوع الأخير بس ده في دي كرومي ما شوش تسيق بس سواء الهدف برضو الاحتفاء بالطبيعة والزراعة كذلك أي ده الفسح اللي موجود في العالم كله فالمعبودات المصرية القديمة وكل هذه الأفكار انتقلت أعتقد لها علاقة بثقافتنا إحنا عندنا النيل فطبيعي إن احنا كنا ناخد من السمك ونعمله واحد من الاروان السمك مهم جدا جدا مرتبط بالإلهة وزريس وفكرة أيضا البيض اللي هو بيطلع من بوء السمك ده بيمثل نظرية الخلق والبعث مرة أخرى لأن دي فيها تكرارية لدورة الحياة فكلها أفكار يعني مصر قديم ده كان عبقاري جدا كل حاجة في مصر قديمة مرتبطة بحاجتنا يا صديد مصطفى سنقية الحياة والموت إزاي حضرتك تنتصر على الموت وإزاي تخلي الحياة تستمر يعني الموت بالنسبة لنا في مصر قديمة كان مرحلة وسطة بين الحياة الأولى ثم الحياة الثانية لها الحياة الأبدي ما كانش يعني حاجة مخيفة في مصر قديمة في ثقافات أخرى زي العراء القديم الموت ده حاجة بالنسبة لهم تيرابل حاجة مرعبة جدا وفي ديمينز فيه شياطين ومرضة شيء مخيف أما في مصر قديمة كان بالنسبة لنا عندنا شيء ثالث آه الجنة والنار الثواب والعقاب وفكرة وزن القلب ثم البعث مرة أخرى في الحياة الأخرى ونخش حاجة اسمها الجنة حقول إياره تستمر فيها في حياة أبادية صرمادية ليس من ورائها فانا بس بعد أن تعبر من محاكمة الليلة أزريس والاتنين واربعين قاضي بتقول عالم الآخر وحضرتك تبين قدامهم مبرأ ويسموك مع خرو يعني صادق الصوت زي المرحوم عندنا في الفترة الحالية صحيح